يجي المدير ربيني يكون لديه أنا بقول فيه منظمات بتبدأ بهذا الشكل أنا بقول ده لكن ده المستوى المنظوري أنا هقوله المستوى الخامس ده في الحياة صعب نمصل عليه اللي بيقوله ده لابد المنظمة اللي عايزة تستمج وتق ويبقى من خيرهم التي مخرجت للناس الحد الأدنى لها أنتصب للمستوى الرابع الرابع لا الرابع هذا الهمس الرابع اللي هو المبادئ المبادئ والقيم هنوال الوقت سريعا بس وانا بقوله بيقوله ما طلعه جبال الهمراية وهو بيطلع من هنا مش هشوف اللي فوق هشوفه القمة دي بس فاللي لسه ما عملش المنظمة مش هيقدر يعمل غير إن هو يوجد نظام قوي يعني انت وانت بتعمل المنظمة ما عندكش طريق غير إنك تحط نظام عشان يشتغل مو انت اللي هتقول الناس يجو قيمتة ويمش قيمتة ما تبدأ ليش بالمنظورية لانت لازم تحط نظام الأول وأخويا وصحبي لما عمل المنظمة في الأول كان عملها كده في الأول ما كانش بينظامها لحاكي بس هو كانت لازم تمشي لكن هو في الأول مش هشوف غير دي وبعد المستوى ده يشوف اللي بعده فكل مؤسسة بتشوف المستوى اللي فيه ده النظام العشري الخمس مستويات اللي انا هقول لهم هتبدأ اول ما تبدأ يبقى حلوة يبقى بغضة زي الحتة دي كده جميلة بس تغمق 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 لحد ما تحمر يبقى خاطئ لحد ما تسبد وبالتالي يبقى لازم همتقل من المرحلة دي للمرحلة اللي بعدها فهمنا النظام العشري يعني في الأول ده ما فيش منظمة أول مراجل يعمل منظمة ويمشيها بالحديد والنار والله قيز ما احنا مكانش عندنا منظمة رقيت عندنا منظمة الحمد لله وبتتطور تتطور لكن لو تحول لديكتاتور بيبقى لنتنا مش هادي هيبدأ يتحول من المنظمة الى المستوى اللي بعد هنفصلها الان تقريبا احنا عشان نقول ده ان كل مرحلة بتعتبر علاج لمساكل المرحلة اللي قابلها يعني المستوى زيلي فيه منظمة المستوى زيلي مفيش منظمة مفيش حال فمجرد انها تدعيم المنظمة يبحان لنا المشكلة لاني بقي اجدنا شيء من عدم لكن اهم حاجة في المستوى الأولاني اننا بقيت عندنا منظمة لكن بعد الوقت sistema الراجل اللي يودين gaming مبلغ وايبقى microphone مع المشكلة عندنا اين الاول مكانش عندنا نظام فالمستوى الاولاني اوجد لنا مظام لما أول المزام كنا في الابيض location لكن عندما تغوّل بقية الدكتاتور، يجب أن نضع الدكتاتور ونضع القواعد والقوالين. يجب أن تأتيج المرحلة. كل مرحلة تعتبر علاج لمشاكل المرحلة السابقة. وينتب عنها مشاكل جديدة نتيجة عن طريقة حلها للمشاكل. يعني الرجل لأس المؤسسة وهو اللي أود الحل. وهو في الآخر يكون الضحية لازم يجب أن تشغل المرحلة. للأسف الشديد. هل تحكين؟ هو ده. البني آدب اللي بيأسس مؤسس وعايز المؤسسة يبقى إحبير أو تكبر، لازم يحطط لها قواعد وقوانين. بس هو لو بحطت لها قواعد وقوانين صح، هيوجد ناس يعلون المنظام المالي والنظام ده بعد شوية يبضل ورقوه لحد ما يلقاشه مكان في المنظمة. المنظمة تكبر لكن اللي ووجد للمنظمة نفسها الفاوندر ممكن بيأشكه ضد المنظمة. ودي مسألة ممكن يقولها في شكل جديد. ليس هناك مرحلة أفضل من مرحلة. صحيح شكلنا. شكلنا بنقول إن اللي مستوى ثلاثة أحسن من اتنين لكن لو أنت لسه بدأ المنظمة لك المستوى واحد أحسن لك الوقت. بس خلي بالك إن إنت لازم تنتقل المستوى الثنين في خلال سنتين. اللي في مستوى الثنين خلي بالك إن إنت رايخ للمستوى ثلاثة. كمنا بفرق المستويات إذا ما فيش حاجة مطلقة إن حاجة أحسن من حاجة. قد يكون التطور من الأدنى إلى الأعلى وقد يكون العكس. المسألة دي عاملة بيقوله زي الأطفال الطفل وصغية أول ما بيتولد كان بيقوله لما يبقى عين صغية رو عايز إيش رب يعمل إيه. لسه ما تكلمش. ولو مبنون مية. طب ولو جعان. طب لو عايز أمه. ما عندوش للحالة كده. ما عندوش حاجة. هو كله صريخ صريخ صريخ. لازم تستجيب له. يعني. وأنا فاكر خدت ابني مرة للقاهرة الإسكندرية. الوضع عايز بالقاهرة الإسكندرية. وأنا مش عارفين إيه. وبعدين أمه طلعت خيبة. كان عايز بس يقلل البامبرس. يعني. يعني. هو ما عندوش أي طريقة. أحيانا ده تطوي. لكن الوضع الميكبر شوية بعد سن خمس ست سنين. بيعرف يتكلم ويتفوض مع الناس. يقول لهم يعرف القواعد. يعرف إن لم يتحك لبابا يدي له حاجة. يعرف القواعد والقوانين. لكن لما يجي التن إجر. بيعرف القواعد والقوانين. لكن هو عاوز يفلس من القواعد والقوانين. يعرف إن ابو بيقول له لازم تيجي الساعة عشرة. بس هو عايز يفلس. فهو ممكن يقول له يا عند خالتي عند عميتي. يعني. بيعرف إن صدق دي. يعني لحد ما يعملها. لكن لما يكبر وينضل يوصلنا 40 سنة حتى إذا ذلك. لا. يبقى عنده مبادئ ما يعملش المسألة دي. فإذا كبروا بقيت شيخ. يعني. دي ماشي مع تطور البني آدم زيه بالصبت تقريبا يعني. يعني. وأنا بقول دي موجود على مدى التاريخ. بشكل كبير. أنا هسل لكم البرزنتيشن دي. المقصود من الموزج اللي أنا أعرضه. مش علشان ننتقى الضعف. لكن علشان نعرف الشخص المؤسسة بتاعتنا. وأقول. يعني. المقصود بدأي من نقول إحنا في مستوى واحد. أو مستوى اثنين. عشان كده أنا موزع عليكم الورق ده. في خلال مثلا سبع دقايق أنا أعرضه. وأتمنى كل واحد فينا هيقدر يعرف إحنا في أي مستوى. وهناك عديد. إيه المستوى اللي جاي. مش الآن. أقولها لك بعد. المستوى اللي جاي اللي أنا ريح له ممكن يكون فيه. أنا عايز أعرف الوعي في مستوى المنظمة. وعايز أفهم المرحلة اللي جاية. مين هنا ودي المنظمة؟ يرفع إيده أو مسؤول عن المنظمة. مين الرجل الثاني في المنظمة؟ أو الستة الثانية في المنظمة؟ مين الرجل السابع؟ مفيش حد أول بنت السابعة مثلا. في الآخر كلكم راعي وكلكم مسؤولا عن رعية. كلنا مسؤولين عن المنظمة. لازم نعرف. إحنا في المستوى 2. ويا ساحات المدير. إحنا لازم ننتقل إلى 3. وعشان ننتقل إلى 3. في تدريب 2-3-4. إحنا عارفينهم. هذا اللي بيساعدنا. زي ما بيقول. أنا الولد سخن. لازم ياخد أنتبيوتوك. ده. هيقول لك محتاج أنتبيوتوك. لا محتاج فيتامينز. محتاج إيه بالضبط. ده يحدد لك المستويات اللي أنت هتشتغل عليها. معين التحديد إيه؟ إحنا قلنا كنت قلت حضرتك النشاط. مش كده؟ وإنت كنت قلت مقدار المشاريع. في بعض الناس قال تطوير الموظفين. بعض الناس قال صمعة البيئة. مش كده؟ الفلوس. مينة تحديد الموظفين مع المفتاد Sherman. ما بعمل؟ القتير. هل ده معناه بالتبعية عندهم منظمة كبيرة؟ إنهم خارجوا هو أمان وكشهم أو مزبوطة؟ يعني الفلوس الكتير مش دايما تعني. ده ممكن يكون في فساد كتير بيحصل ده. فانا معاك انها حجمة كبرت لكن منضبطة في الشكل ده. انا هنا حاطت عشر معايير او مستر لتر حاطت عشر معايير. ممكن انتو تتفوا عليها او ممكن تضيف تاني. بس انا مستور العشرة دي كل واحد فيهم ياخد الممتاز ياخد عشرة. يبقى انا لو اخدت مية في المية يبقى ايه؟ ممتاز. مفيش مؤسسة مية في المية. ده المعيار اللي عايزكم تعمله فيه. اذا كان عندنا عشر معايير فانا على اقل عايز ااخد في ده مثلا ستة في ده سبعة في ده اربعة في تمانية. بس هاعرف في الاخد اجمالي ان انا واصل الدين. ده ده بتصور. المعايير هي اول حاجة القيادة. يعني يه القيادة الستايل بتاع القيادة عامل ازاي ده؟ هل هو رجل بيتطور ولا رجل حبوب؟ هل عامل زي الوالد؟ ولا بيدربنا؟ ولا ميسر؟ ولا بيدفعنا؟ نوع ايه؟ يعني انت لما تخش مؤسسة اهم عادة فيه في عقلية القائد ده. هل عقلية القائد في دماغه بيفكر من واحده ولا بيشارك الناس؟ عقلية القائد انا حطوطها نمر واحد لانه هو اهم واحد في المؤسسة. وهو اللي بيساعد المؤسسة بتانمه. وفي الحقيقة لازم يكون القائد في مستقى متقدم. حتى لو المؤسسة في مستقى واحد يجب هو ما يكونش في واحد. يكونوا في اربعة حشان يعرف الشيء بالمؤسسة. نمر اثنين الاهتمام. ايه اهم حاجة موجودة في المؤسسة؟ هل اهم حاجة موجودة في المؤسسة انها عايزين يكبره ويفقى كبيرة وضخمة؟ ممكن. بس ده في الحقيقة هيودينا المستوى سيء جدا انها يوصلنا للغايات تبرر الوسائح بشكل كبير. اذا كان الاهتمام المؤسسة بالوصول الهدف انا هاخد اعتبار. اذا كان ان انا اوصل اكبر نتيجة بصرف النظر عن القيم هتخلينا حاجة تاني. لا اذا كان اكتر اهتمام من المنظمة انها تبني الفريق. لا لا ده اكتر اهتمام اللي بتكلم عليه اخوي هاني الشراكة مع المجتمعات اللي برا. ده يبقى كلام كويس. اذا كان اكتر اهتمام انا عايزك تفكر اول حاجة في القائد نمر اثنين فا اكبر اهتمام لما تفش المنظمة. اهم حاجة يقولك ايه؟ الضبط المالي والإداري؟ قائد نمر اثنين. لكن لو دخلت اهم حاجة بناء الفريق. لا ده يدخلنا نمر بعدها. انا عايزك كل محور من دول. اذا القائد له معيار والاهتمام له معيار. ايه فريق العمل. هل في فريق عمل ولا الناس كلهم عاملين زي عساكر الجيش؟ عارفين عساكر الجيش؟ اللي يشوف شكلهم فريق عمل. لكن هما كلهم؟ هل الناس اللي في المؤسسة كده؟ كلهم حضر يا فندم حضر يا فندم انه تؤمر به. قول يا سادات قول قول كل كل كلامك نغم. قول قول والشعب هيقولك نعم. هل الموظفين كده؟ هل فعلا في حد بيقول للرئيس لو سمحت ولا حاجة ولا؟ شفتوا منظمة كده الموظفين فيها ساكل ولا لا؟ ما شفتش؟ يا رب. ها؟ لا انا بقول ان في عدل كليم من المنظمة. لما تخش دور الناس في فريق العمل ما تهمش دور. هو الريس اللي بتقول هو الريس اللي بيعمل. يمكن الريس عشان هو الشغل كبير. يمكن هو عشان اللي بيفهم اكتر. يمكن عشان سنه كبير والناس صغيرين. لكن لو كان فريق العمل ما بيش دور اعرف ان ده نوع من انواع التقييم. اما لو الناس بيتكلمون ده حاجة. اما لو القائد اصلا. الناس دول بقيت زمائل واخواتهم مقدرهم تقدير كبير. وفعلا لما بيدي بياخد قرار بيسألهم. لان اعمل ده ولا ده اعمل ده. هو في الاخر اللي هيكد القرار هو. لكن في الحقيقة ما بياخدش قرار يعني زي ملكة سبع كده. ما بياخدش قرار لما انشاءه. لان عارف انهم اقلاء. ما ممكن يكون المدير ما تسألهمش لان في الحقيقة اجربهم ستين مرة وخرج البيت. لكن ممكن يكون هما نضجين. يعني المسألة مش في المدير. هي ممكن يكون ببدلين ايه. ولاد الصغيرين. انا بشاورهم في اي مدرسة ياخدهم هما في الجناهي. ما بشاورهمش. مش دايما المدير اللي بياخد قرار ده وحش. انا اللي بقرر لأولادي يلبسوا ايه وما يلبسوش ايه ويروقوا مدرسة ايه. طول ما هما صغيرين. مش كده ولا ايه. فمش معنى المدير بياخدوا القرار انه هو وحش. بس انا بقول فريق العمل. هل هو اللي اخدت بدرجة كافية. يقمر المدير. يعني احنا عندنا ودلع. مش دايما بقول للمدير غلطان. هل انت بتجد له افك وتقول له هو حسن عندك كده. هيرجع خطوة ويديك. هيرجع خطوة تانية ويديك. هيرجع خطوة تانية ويديك. وهي بقى مبسوط انه هو يختفي من الصورة تماما ومشتغله. يعني انا متصور دا دا المدير ودا الاولر بتاع المؤسسة. لكن بعضنا بيشتك المدير دا الدكتاتور واحنا ما حدش بيقوله فكرة. فانا بقول المعيار ده معيار فريق العمل. شامل فريق العمل عمل الزالي. انت مؤسسة عندك كم موظفة. مع النصة في الطاولة ان شاء الله. طيب صلا نظرة المستفيدين اللي حضرتك قلت عليها. انا لما اسأل الناس على اسلام كريليف هيقولوا اسلام كريليف بحسن. ولا هيقولوا الإغاثة الإنسانية. عفوا مع التقديس. يعني هيكونوا مستريحين لمين. كان زمان لما يجي التقييم نجيب واحد يقيم من الخارج. لما الدنيا اطورت التقييم يا دكتور هاني الوقت بيتلم ايه. داخليا. واهم واحد بيقيمنا من المستفيد. لما تيجي يؤس ايج بيديك فلوس وحاجات زكرة وعايز يقيم حضرتك. مش بس بيجي بفتش بيروح المخيمات يقولون بيه ليكو في اسلام كريليف. الناس هيقولوا عليكو ايه. مش الناس زل بس. طيب والشركاء اللي شغالين معاكو بيقولوا عليكو ايه. طيب و الحكومة هتقول عليكو ايه. بقيت ده معيار تاني. اذا طفنا معيار تاني في نظرة المستفيدين من الخدمة. الجودة. من قال الجودة هنا كده. حد قال الجودة. كواليتي. جودة الخدمة مش نوع الخدمة. جودة للخدمة. الجودة دي حاجة كويسة ولا مش كويسة. نعم. كويسة. كويسة احيانا في مستوى انا وانا بقدم الخدمة انا عارف الجودة عاملة ازاي واحيانا القيادة بتساعدني ان انا قدي كويسة ممكن يكون الاتمام على الجودة انا معيار الجودة هفضه معيار عرضي للقدمات اللي انا هقدمها انا فاكر كنا بناقول وحنا في كفاءة الايتام لما بتدي ميلة عندنا مشاريع الايتام لما بنيدي فلوس للأيتام احنا قل له اوقف يا ولد عشان تتصور احسنا ديتك فلوس اوقف عشان تتصور صحيانا دي بيبقى مسألة مؤهرجة ده مش كواليتي يعني انهي ادب ده الراجل كل شهر ولا الوقت يضوح عشان يغفل اطلق تش يقول له اضحك ويعمل عشان الراجل الى اي درجة ان انا باحترم انسانية البني ادب وانا باديله وانا بوزع الاجل هل باحدثهولو ولا باديهولو جودة الخدمة ان احنا بنقدارها بشكل ولا اخر انا بس عايزكم تفكروا معي في كذا معيار بدل ما قلنا معيار واحد انا بضيف معيار واثنين وثلاثة واربعة طبيعة القرارات القرارات بتتم ازاي؟ chad يقولي انواع القرارات اللى بتتم ازاي صماعة القرار ظ هل القرار بيطلع من رأس الرئيس هو هو اللي يقول له القرار ولا القرار يديه بعد مشاورات بس هل دايما تجي الحلة؟ لا مش دايما تجيحة لو المؤسسة بتتم بالمشاورات هيبقى كاسة كده؟ احيانا بيبقى ما فيش مشاورات ولاها對了 فالقرارات بيبخين حاجة تاني، التواصل حاجة يقولي انواع التواصل المختلفة اللي تخليك تقول مؤسسة أحلى من المؤسسة المؤسسة الضعيفة تواصل من تحت الفوق لمن فوق لتحت إذا كانت المؤسسة الأمر بيجي من فوق لتحت وكل الوقت كده التقطير بيجي من فوق والقرار بيجي من فوق والناس ما علومش نازمة يبادي مؤسسة تحت ولا فوق مش كده؟ طيب لو بيجي من تحت الفوق تبقى فوق ايضا ايضا ايه؟ هو لا يمكن يجي من تحت الفوق الا من فوق وتحت وتحت الفوق يبقى التواصل متبادل تب حد شاف التواصل الجانبي؟ نحنا معروف عنا الهيراركي، المشهور بيقول لك ده رئيس صلي ثلاثة وثلاثة عندهم واحدة القرار بيجي encouraging لكن ده هو ما بتعاوجش مع ده الموازف اللوجيستيك ما بتعاوجش مع الموازف بتاعه انت هوت بتاع الوجيستيك تتكلم مع الأفسير بتاعه عشان يتكلم مع المانجжر بتاعه عشان يروح للدبارتمان تناك، عشان يتكلم علي رئيس الدبارتمان عشان هىيجوا عشان ينزلوا انت بتكلم لي اللي اروح تكلم رئيسك بعض المنظمات بيبقى الموظف عشان يتكلم الموظف يقول هل أم عليش يقوله رئيس دي انا قلقى في مكتب السلان عايز حدوي الدكتورة انا ممكن يتكلم الدكتورة ابدا لك ديسكو أوفيسر هناك فيها دبح يتكلم علاق ليه؟ انت تتكلم عالديسكو أوفيسر بتاعك والديسكو أوفيسر بتاعك يتكلم عالالإيويا منيجر والإيويا منيجر يتكلم عالتواصل لما يبقى كده حاجة لكن المنظمة المتقبل اكتر تلقى الناس يتصل كده استوى اربعة يعني احيانا بيرسقوا الهجة كده. نحن كنا بنعمل ادي المدير فرح كده? وتحفل اتنين. وده تحفل كده. صح كده? والتواصل كده. احيانا بيرسما بيقولك ادي المدير. وتحفل تلاتة موظفين. مش كده? وده تحفل اتنين. وكل الكلام الاداري ماشي صحيح. كل الكلام ده ماشي صحيح. لكن ممكن يحصل حاجتين. ما فيش منع في المنظمة ان الرجل ده هو يتصل بلا. والرجل ده هو يتصل بلا. وده يتصل بلا. وده يتصل بلا. بيسمون نظام الايه? الشابكة. لما توصل المؤسسة ان كل الناس من دون اضطراب للنظام يقدروا يتصلوا. انا محتاج حاجة من المكتب الفلاني اتصل بيه. يبقى ده تدور كتير في التواصل. عشان كده بقول اول مستوى او ادنى مستوى ان المدير يقول. المستوى الاكتر منه المدير يقول للموظف والموظف يقول للمدير. مايش? المستوى الاكتر? على فكرة النموذج اللي حطيته فوق يسموه بالمنظومة الحالية الشلن المنظومة المشلولة بتحت يعني الوقت. المنظومة دي هي دي اللي موجودة في اغلب المنظمات. صح يا اخوانا? المنظومة دي كثيرا مبجر عاليا قد لا تحتملها معظم المنظمات. لكن في بين هذه وتلك مستوى يعني يا مش لازم يكون كلهم يتصل بكلهم. بس على الاقل يكون في حركة. ولان اشكي اني جاسوس يعني لما يبقى انا في البروجيكت وروح لراجل بتاع الفاينانس اقول له ايه المشروع عندي? ادهولي. المسالة اوبن. العزب. العزب? داخل المنظومة. طيب. اذا احنا بنقول المستوى التوانصر ده الاولين اللي موجود عند كل المنظمة استاذة. وده ده الطبيعي اللي موجود. وده اللي لازم نتاكد اللي موجود عشان نوجد سيستم. لكن بعد ما يتوجد سيستم ويتعرف وكل حاجة. والراجل المدير ده فيه درجة عالية لان مربوطة للفريق العمل اللي قلناه في درجة عالية من الثقة بين الموظفين. انا لما باتصل لصالح المؤسسة فلما الموظف لا يتصل بالموظف. الشاهد في الكلام. كلما زاد التواصل الحر الايجابي بين الناس من غير مشكلة من غير المدير ما بيقولي بتتصل ليه? يبقى مفيش مشكلة. وفي كل المنظمات كل عامل التواصل ده بحد زاته ممكن يكون معياد المنظمة كبرت او ما كبرتش. انا بس عايزكم تعكسوها عندكم تشوفوا اذا اي درجة يكون عندنا. فين اتواصل? اذا كان من فوق لتحت بس فده من ايه? هو من فوق لتحت لازم يكون موجود في كله. بس لو من فوق لتحت بس يبقى المنظمة لسه في المستوى الاولاية. لو من فوق لتحت وتحت الفوق يمكن نوصلنا للتاني. لما يبقى من فوق لتحت وتحت الفوق والجانبي كده بالراحة التانت. لما نوصل للمستوى اكبر الرابع. لما نوصل لكل واحد ممكن انتصل بكل واحد الخامس وهذه نادرة انها تبقى موجودة. كاملا الشبك ده بهذا الانطلاق المؤسسات لا تحتملها. وعقليتنا لسه ما تحتملها. بس احنا وضح انه كلما زاد التواصل كلما ناضجت المؤسسة. نسين لما نفس الهاتف نسينكتو الكتوريه علاقة تح aprobreaks. لما هو المانجدة. نسين الانطلاق السلح هو الانطلاق السابق السلح. نسين الصح احب بها. هل هي نظر السلح بسببتناه. هذا يجب الأنطلاق السلح السلح. وحتى نستطيع انظر سمجتو كاركان كلما نفهم. نستطيع الانطلاق السلح لذلك. لذلك. لكن عندما امتدار بنتاج العمالي وعلى الرسل ويجعل ايضاً بأمانية المجدينة في المنطقة والمجدينة في المنطقة ومن المنطقة في المنطقة يستطيع أن يعملون مجدداً باستمرارة إلى المنطقة في هذا المعارض ما نحن نفعله في عامل المنطقة فقط أكثر مجدداً ماهو المنطقة؟ لا يكون هناك مجدداً بشكل مكان أنا مطعم بإنها الهجائية في Видنان المتعلقة ترون أنت تخطط المسيحة لم يكن الإضافة للونام معلومات التي تشارك وتذهب الأرجوية في نزول العظام في نزول الونام في نزول ثابت واحدة هذه الحلقة التي يمكنهم لإضافة في نزول الثالث في نزول الثالث بشكل sight that you this is within the organization Where the organization it's me and my finance manager it's me with a department but we'll learn we have rules and regulations when you go outside that that sector of this and it some big organization which I have been working with there is what's called territory sometimes the people here's a regional manager of ex organization who هو في حالة المنظة للأسيا وإذا كان هناك شخص من أساسات إذا كان هنا في هذه الفصل يمكن أن يكون ميت التأثير المفيد للعيش يتباعد من أن تشيء شخص لا يوجد شيء إذا أضروا أن تكون هناك ما إطارفك بالكماعات في الأوليية المجرد هو نحن النجوم نحن المدينة اشتركوا في القناة 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 يوضع جميعكم نحن لك للنضج لدرجة لها كأنها كأنها فلاد واي حد ممكن يدخل الرئيس وانا اذكر انا انا عشت مع منظمات كده في امريكا في بوستن سهل جدا انك تروح لرئيس الجامعة وتقعد معاه يعني ما لا تشعر بهذا الهيراركي اذا دخلت فمه الساسة والقييت ان في مستويات كتيرة عشان توصل للقائد واللمدير فاعرف ان احنا متأخرين بدرجة ما خلينا بس نعدي سريعا نعدي اذا مرة تاني اول حاجة القيادة تاني حاجة الاهتمام الثالث حاجة طريق العمل نظرة المستفدين الجودة طبيعة القرارات التواصل النوع التاني الاشراط كان زمان الراجل اللي بيفتش على التعليم كان بيسمونه المفتش كان عندك مفتش اسم المفتش اسم المفتش مواجه مواجه إذا كان الإشراف يبحث عنه الأخطاء هو يجن مشرب يدور علينا يوم ما يبقى الإحساس في المؤسسة يوم ما يجي من واحد رئيس من المكتب بإزغاية عندنا هو بيدور على حاجة غلط جاي لما يلقى دي صح يعدها بيدور على حاجة غلط يعني هو لما بيجي لو رجع وما جابش وسطين بيحس انه ما عمدش وظيفته هو جاي بيدور زي البوليس اللي عندنا في مصر لما بيوقفك يقول لك الرخصة طلعت الرخصة يقول لك الدين المشعارف الأقامة يقول لك الدين بتاعة الماطافة هو بيدور لك على حاجة يعني يعني يجيب لك مصيبة يعني يجيب مصيبة إلا لو لو انت تصرفت في شكل والآخر الإشراف لو كان هدفه اكتشاف الأخطاء والتضاد والفهومي فمع ذلك المؤسسة ليوم الدكتورة أمل تعجي على أقسام والناس حاسيني خرابي لحسنتين الدكتورة أمل تكتشف حاجة يبقى مش قويسة يبقى دي المستوى متأخر عشان كده في الـ HR المتقدم يقولوا قاعدة اضبط موظفك متلبسا وهو يعمل شيئا جيدا ثم شاهروا شايف الدين لما تتقدم اضبط موظفك متلبسا بفعل جيد ثم شاهر به اذا كان الاشراف اضبط وبيدور على الأخطاء يبقى احدى لسه من المستوى واحد ويمكن في المستوى اثنين لكن لما نطلع ثلاثة بيبقى كوبية لما نطلع اربعة يبقى مساعدة لما نطلع يمكن في خمسة بيقول هاو كان اي هيلبيو يعني ييجا باجل من الـ HR يقول لك دكتور أمل هاو كان اي هيلبيو وانا اصده لما كنت شغال في الـ IMC وانا شغال في انجولا الناس اللي في اطلانتا جورجيا والا في لوس انجلس بيقول لكتور سيد وانا مدير قطر وهم في المكتب الرئيس بيقول ازاي نقدر نساعدك يعني هما بيدوروا ازاي يساعدوك فالشاهد كل مكان الاشراف احل واقل لحدة كل مكان للمؤسسة تندوق تسيير العمليات حتى ابل اخيرا ازاي البروزيس بتمشي مع ادى ولا سهلة كل مكان في المسائل الاجراءات اسهل كل ميبقى المؤسسة اكتر نتجل شوية وكل مكان اخذ القرار مسألة صعبة كل مكانت المسألة لسه في مستوامنا اخر حاجة الاخطاء كيف تكتشف الاخطاء مراجعة المستوى واحد في مستوى الزعام الديكتاتوري مراجعة نعم مراجعة المستوى الديكتاتوري مراجعة لانه هناك واحد مستيطر يجعل كل شيء في مشتاحت ايضه لانه هناك اخطاء كثيرة وعندما يكون المدير أنه يتناقش مع الموظفين سيكون في أخطاء على مول زحيح. وفي الأولى؟ في الأولى ما سيكون في أخطاء. تقصلي بشيء ما في أخطاء. ما عدش هي. ما عدش هي. أنا لما رحت العراق. ما جيت العراق عفوا في سنة 2003. وكنا بنعمل بنقول. بنبدأ الممرضات يعدوا عشان يعملوا. فبنعمل التارجد مثلا يعملوا خمس تلاف أربع تلاف. فاللي ما بيجي في البورت يكون مئة في المئة. مئة في المئة. مئة في المئة. ما يمكن يكون مئة في المئة. ما فيش حد في العالم بيعمل مئة في المئة. لأنك هتروح تلقى البنت مش موجودة البنت عيانة. فأقول لا إحنا متعودين كده. اللي ما بيجيبش التارجد مئة في المئة كان صدام بيعدمه. إحنا لازم ده كلفنا. الأخطاء في المستوى الأولاني مميتها. لأن محدش يقدر يقول على الغلط كله بإداري اللي غلط كله بيحطه تحت. موجود محدش يقدر لأن اللي بيغلط بيتموت. اللي بيكتشف أنه عمل غلط بيترفد. ما فيش حاجة. بينما لما بنتقدم في المؤسسات بنوع عرف تبنا لو قلت هعمل ايه؟ بتتقنن الأخطاء. الشاهد أنا هاجعلها في التفصيل. دول العشر معهير اللي أنا هشتغل عليه وانا هتطبقهم على المستوى الأول هيبانوا. في المستوى الأولاني ونعمل الإكسرسيز بعدها. واضحين في حد عنده في سهل؟ يبان الأولاني ايه؟ القيادة. وعندنا كم ستغل من القيادة؟ ديكتوري وضراري. التاني الاهتمامي. طيب نشوف المعايير مواصفات المرحلة الأولى. فاكليين المرحلة الأولى؟ اللي هو الاستيب الأولاني. القائد شكله عمل ازاي؟ زاي. لازم يكون مسيطر. تقول ده وحش يكون مسيطر؟ المؤسسة مش هتنفع غير لما يبقى مدير مسيطر ماسك الأمور كلها. هذا وإيه اللي هتبدأ منه؟ في الأول. في بداية المؤسسة لابد أن يكون المدير المسيطر سيطرة تامة. ولابد أن يكون زعيم. عشان كل جماعات الإسلامية وكل الحاجات. لابد أن تبدأ بزعامة شديدة. ولابد كلمة مسيطر أقصد في إذن كنترول. واخد باله من الأشياء. وهو قادر على فرض النظام. ده الايه؟ ده القيادة. ده بالاهتمام هنا ايه؟ فريق العمل. فريق العمل أدوات في يد الزعيم. زي الناس في الجيش. اعمل ده يا هنعمل ده. أوامر. ها؟ أوامر. أوامر مفيش حاجة لكده. هو عنده موظفين بيستخدمهم بيجيب فايدة منهم. لو ملوش لازمة هيرفده. تماما. الثالث الجودة ضعيفة. ضعيفة. لان هو بيعمل زي الزعيمة بيقول. انت تخطوها لي. مش محتاج تكتب اللي ازا كنت بتكتب انطبعاتك. لكن نفسها هتاخد ثانية. موجودة في الورقة. اللي بعدها القرارات. حد يقرها لي كده؟ ما يظر للزعيم انه صحيح أشوائية غير واضحة. حد شاف منظمة كده؟ القرارات في المؤسسة سواء في الاسرة لو كان لو كان الاسرة بمستقى هو لين. فالقرار هو بتاع الحج. ما عرفش عنده هو الحج اللي يقول. ازا كنا ننش ولا من المشيش. هو اللي يشوف. انت ناكل. زي سي السايل عافلين سي السايل نعم؟ او الحجة. ممكن يكون الحجة او الحجة. موجودة ان لما يبقى الناس في المستوى الاوليني زي الاسرة. وعدد كتير من الاسر كده. عدد كتير من الشركات السويالة كده. رؤساء القبيلة كده. لو الناس عدون. العشيرة كده. مشكلة الجبال اللي موجودة في الصدار وفي الصمار وموجودة في عدد من الدول موجودة كده. اللي الزعيم هو اللي بيقول. والصاح اللي يقولها. انا كنت تقول لكم كان عندنا اغنية في مصر. انا متأكد يكون عندكم اغنية تتغنى. والله تتغنى كلها يقول لك. قول. قول. قول يا سادات. كل كلامة نغم. قول قول. والشعب هيقول لك نعم. لكن هذا كان بعد الهرب. انا فكر بعد الهربة تلاتة وسبعين. وده احنا بيجي في المؤسسة. بيجي في شركة صغيرة. بيجي في مؤسسة. اذا كنت انت الزعيم اللي بيقول. وهو الكلام بتاعه صحيح. واحنا مش عارفنا كلمة عشوائية. هي ممكن يكون واضحة بالنسبة للزعيم على فكرة. يكون الزعيم عارف قراراته. بس بالنسبة لنا الموظفين اللي تحت. مشواهدين بنا له. لانه ما بيقولش كل حاجة. ممكن يكون هو واضح واخد القرار ده ليه. وغير واضحها لانه ما كدهش هو شايف ده. فبيعمل ده. وده اللي كان موجود في عدد كتير من الدول. وغالبا الدول دي بتنهار. لما يبقى في الدول اللي موجودة بهذا الشكل. التواصل من اعلى الى ادنى. والمعلومات بيقولك اعملها كده. وعندنا في الجيش بيقول نفذ. وبعدين اسعف. مش كده? نفذ. يعني اذا كنت كده فمع ذلك ان انت في المستوى واحد. بتقول ايه? بعد شوف. يعني انه نفذ بعدين ازقاش. بسؤالك انت ما شفتيش منظمة كده ما عايشتيش في موظمة كده. انا كده. انا بدي عملك النصة للسانية ام حتى انت صحيحة. لا دي موجودة. لا دي موجودة. انت عدد من المنظمات. الاشراف يتميز بالهجوم الشخصي. وعدم الثقة بين الافراد. تفسير العمليات ضعيف. وفي بيئة قابلة لحدوث اخطاء. لان ما حدش عادة. كل الدنيا متنخبطة. يعني الجو النفسي في المؤسسة دي. بتشعر من مشحون شحنة شديدة في الحقيقة. الاخطاء ده مفيد جدا. انا عايز حضرتك التقرار دي. الاخطاء ايه؟ لا تلاحظ بسرعة وتؤدي الى انهارات وثورات. انا يعلم ربين ان هذا مكتوب قبل سنة 11. احنا بندرس ده من سنة 2007 و2008. وكلمة الثورات دي بالذات كانت موجودة. لان الرجل ده اللي كتب ده الماني مش مكتوب عدد. ولا انا اللي كتب وانا تعمل تجيب اسمه في الاول. ان الاخطاء ما بتلاحظه بسرعة. لما بيقوله الرئيس فلان رئيس الدولة فلان الاخبار يقوله كله تمام. كله راضي. المعلومات اللي اتوصل لسعادة الرئيس بتقوله كده. حتى هو لو كان عنده مخلص ولا اذا كان عنده بقية اخلاص. فالمعلومات اللي اتوصله كده هو ما بيعرفش المشاكل. طب والناس اللي الثورة اللي موجودة ده مش الثورة دي فورة. اي حاجة تتسمى باي شكل مشكلة. على مستوى الدول. على مستوى المؤسسات. على مستوى الاسر بشكل كبير. ولا لو هدخل ده هتطبقوا على مستوى الاسر هتلاقوها بشكل كتير. وكتير من الاسر اتضمرت. علشان الراجل شغال فيها سي السيد ومشو اخد باله من بنته التين اتجر. ومشو اخد باله من ابنه. ومشو اخد باله من مراتهم اللي عندها طلبات. اذا كانت الاخطاء مبطولة حصي. فسدقوني هتؤدي الى انهيارات. والى ثورات. والى طلاق في الاسر. والى تدميد في المؤسسات. ولو المؤسسة كبرت بشكل كبير. زي ما قلنا المستوى اللي هو بيكبر. اللي احنا قلناه بيكبر من تحت الفوق كده. زي الزلبرك بيطلع كده هو ممكن يمشي العكس. يعني ممكن تلع المنظمة بعد ما طلعت وكبرت ممكن يرجع العكس تاني. فالاخطاء لا تلاحظ بسرعة. حد شاف منظمة كده؟ حد شاف اسرة كده؟ انا عايز كل واحد فقدامه يقلب الورقة دي. ويكتب اذا شاف اسرة كده او يعرف مش لازم يكون اسرتك. او شاف شركة كده او شاف جمعية كده او شاف دولة كده. اربع حاجات. عايزك تفتكري اسرة الحج محمد اللي جنبكو ولا اسرة جدك ولا اي كان. فعلا كنت كده. والجمعية الفلانية اللي انا عرفها كانت كده. والشركة الفلانية كانت كده. والدولة الفلانية كانت كده. يلا. لا افتريكي هزي معلومة ليك انتي. هذا لا يشارك مع احد. بس سامة حديث انا حضرتك تفكر في شكل جمعية او شركة او دولة بهذا الشكل. عشان تسكت المستوى اللي ولا انا عشان نعبد عليه سيئة. لان تشاركوا هذا اللي انشئته. واحد اتنين تلات اربعة قصرة شركة جمعية دولة. اللي عايز يشتبها بعد كده يشتبها رسامة حديث. اللي يقوله المستوى واحد ده موجود. وبالمناسبة ده اكتر مستوى موجود في العالم. المستوى ده. اسرة شركة جمعية دولة. انتاج انا. انتاج وراء. يعني نكتب النفاق شاملية. لا اكتبي. انا عن نفسي اقول اصر جدي كنت كده. جمعية الشرق التعويهة المواد والازرية عندنا. شغالة بالشركة دي ونكحة. مش بقول انها فشلة ولا حاجة. جمعية التعاون الموجودة في التعاون كده. دولة الليبيا كنف كده. يعني بحس انت اتصورتي المستوى ده من المؤسسة. لك. كتبت؟ حاضر كتبت بس؟ لو كتبت بس. عميين. من المجنون المستوى ده من المستوى الدولة. من المجنون المستوى ده من المستوى ده من المستوى الدولة. هل هو الرئيس؟ يا صلاة انا عرفت كيف طيب. بالله أعرف ان اعرفك كيف. لو هو ما كتبش للك هو اللي بيكتبه. هو الرئيس. ومشانك يكتب أفضل يلا اكتب بقى افتكرت على الان لو ما كتبتش افتكرت شركة واسرة افتكرتي شركة واسرة وجمعية ودولة واحد من دول ما فيش دولة كده دول ما لقيتش أسرة كده زمان فاكرة سي السيد ولا مش يبتش فيلم سي السيد مش فاكرة هاته يحب يشاركنا انسى انسى السيد خذها خذها تكون ثورات لكن لا تكون البيعارة تكون ثورات نعم حسنت كدت نهار يعني السومال مسلا السومال في تونس والسومال انهيط نعم عكس الانجاة والسومال نعم انا عايز قنزلة على المؤسسات سريعا مصر بقاتل بك نعم اه طبعا مصر قامت بيها ثورات نعم قامت بيها ثورات ما اسمعتش حضرتك مصر قامت بيها ثورات مش واخد بال حضرتك تقصري مين يحب شاركنا اللي يحب الشاكري وانا عندنا كذا اللي يحب فضل فضل هون انت ردين في الجاملية واحدة بردو طيب فضل فضل انا بدي اقول بس ما اقول اسم المنظمة ما تريش لا حرية تماما يعني ما بس اقولي انا عرفت منظمة اي 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 اسم تاني انا عرفت منظمة كانت فيها قيادة بس هاي القيادة جدا بعيفة وكان فيها كذا مدير مو بس مدير واحد كان فيها تسيب مالي جدا اضافة تزوير لبعض الاوراق المالية اضافة الموظفين اللي كانوا موجودين بالمكان العمل مهملين جدا والمشرف اللي كان على الموظفين كان شخص انه جدا اناني فبعد مضي وقت انهارت كل المؤسسة لحتى توقفت هاي المؤسسة كاملة عن العمل وحتى ما ضل فيه اي ثقة من قبل المنظمات او التنويلات التانية ده 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 جمعية ولا شركة منظمة منظمة تعرفي دولة كانت كده ايه شوف ايه يعني ايه تعرفي اسرة كانت كده ايه بالمناسبة كل اسرتنا كانت كده واحنا صغيرين يعني انا وانا بربي احمد ومحمد وهدى وهند وهم صغيرين لحتى بيروح البتتائي انا بعملهم كده بس هما لما بيكبروا بيروح المستوى اثنين وهما بيكبروا بيروح المستوى تالية انا برجع خطوة لانهما بيكبروا موجود في الاسر لكن المقصود ان بعض الاسر وانا بيكبروا بقيت متجاوزين وابوهم برضو بيشتغل بالنفس الطريقة هو ده العيد زي المنظمة شيء الطبيعي المنظمة تبدأ كده لكن اللي مش حيل ومش هيلتي انها تستمر كده فحكايات الاسر موجودة في كل الاسر لكن بعض الاسر مزالت موجودة كده طيب حد يحب يشارك تاني اه انا كدت على مستوعائي انا انا كدت على قيادة مستوى انا كدت على قيادة مستوى فالام كانت تلك ايش ما تشد اخطارهم لابنانان تتخبي عنهم واتخوفاً ليس انهم فمنهم شباب يحرفوا حشيشوا ما حشيشوا هاشاء الله والبنات المينة منهم يعني تزوجوا تطلقوا واللي تزوجوا فس مش هتخبص من الحالة فالعائلة الهسة هارة يعني اذا النموذك بتاع الكر هذا نموذك لكل منظمة او كل مؤسسة او اي مجموعة بشرية تشتغل مع بعض انا اريد ان اقربوها بعدين وشفوها بعدين فضلوا هو السؤال اكثر من المرحلة هناك شخص مسيطر مستبت او ديكتاتوري سؤالي عن منظمة اخرى كنت اعرفها بدأوا مجموعة شباب اسسوا منظمة ما كان في توزيع ادوار الكل لازم يشارك في كل شيء بد ان يعملوا اي شيء الكل لازم يكون له رأيه هذا الامر كان يسبب تأخر العمل فبعد مضي فترة معينة انتقلوا لمرحلة افضل صار في توزيع ادوار فسؤالي اذا كان في شخص مسيطر على كل شيء سلبي واذا كان الكل ايضا يدخل في كل شيء امر معاكس ايضا سلبي احسن وان كنت اراضي كنت مستوى زير وقدام كله بيعمل كله يبعد منظمة منظمة يعني منظمة كلمة مسيطر معناها ومش معناها ديكتاتور وانا بتحفظ جدا على كلمة ديكتاتور انا بقول كلمة زعيم كلمة زعيم كلمة ايجابية وليست سلبية غندي كان زعيم وماندلة كان زعيم وعدد كثير من القادة كلمة زعيم كلمة كويس كلمة ديكتاتور سلبية انا مش عايز اقولها لان المنظمات ما بتنشأش غير بحد زعيم واحنا عايزين حد يعمل لنا منظمات فحرصين عليها ممتاز يبقى وسلم نقول تعليق على المرحلة الكلة دي المرحلة الكلة دي على كل ما يتقال من عيوبها لانها ممتازة جدا لانها عملت حاجة خطيرة جدا لانها اوجدت من من عدم لما تلقى مؤسسة ما كانش في مؤسسة وبعيد ما يبقى مؤسسة حتى لو فيها دكتاتور ولا زعيم ما احنا قبل كده ما كانش في حاجة فلازم نحترم ذلك من عدم اللي عمل ده يبقى عندنا نوع من التقدير ان كنترخيره اوجد حاجة بس كنترخيره يعني مع السلامة يعني بهذا الشكل يروح مقدرا معززا مكرما الحاجة التاني الافراد فيها انا كنت اشير الكلمة دي بس خلتها الافراد المنتجة عندنا بيسموها زي الفرص الحكومة او زي الالات نستخدمهم طرمهم صالحون للعمل لكن لما بيخلص بنتخلص منهم كان في حاجة عندنا في الحكومة اسمه فرص الحكومة او حصان الحكومة كل ما كويس بتغذيهم ما يخلص يضربوك النار يموته يعني بعض الناس لما تشتغل في منظمة سنة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة وتوصل يقولك مع السلامة حتى حفلة الوداع ما بيدهاش يعني المؤسسة بالمستوى ده شكلها مش ما بيقاش مريح القائد في طوارق دائما دايما هو عنده مشكلة دايما تحس ان هو مش فاضي دايما تشغاله واللي فيك يعرف المربعات هو دايما في حاجات طارقة وعاجلة ومعندوش وقت ومضغوط وفي الحقيقة القادة الكويسين تلاقي ينام عدد ساعات قليل وبيشتغل كتير وموت نفسه هو نفسه عدام في الحقيقة هو دايما في حال الطوارق وانا بيحس الحكاية بساتسفاكشن بيقولك انه ممسوط ومشغال ليه ونهار وبيشتغل عشرين ساعة في اليوم في الحقيقة الناس لو اثار المنظمات الكبيرة بل جيت بينام بياخد راحه اوباما ولا معاش الرئيس الموجود اسمه ايه بياخد ويك اندف السنة في اخر الاسبوع مثلا بياخد اجازة سنوية فلو انت كنت مدير ولا فيه مدير دايما عنده في حال الطوارق شديدة ولا بيضاش لعيالي ولا بيعمله اعرف ان انت لسأل مستوى الحالي وحاول تتخلص من المسألة دي بحيش تروح للمستوى التاني وقال لتكون دوما ان انت مصدر السلطان الناس تخبر الزعيم بما يود سماعه ولو ولو كذا ما يقدروش ما يقدروش يقولوله حاجة كده وسياسة الطعن للخلف والخصوم سائدة تشكل المرزمة بيبقى عاملة ازاي لو جاي حد من اله يعني يبقى احنا خايفين لانه هو يقول مين ويفتش عليا ويسأل الموظفين اللي بتاعتي يعني فيه احساس احساس غريب احساس كده ان حد هيخبطني من ورا حد هيفتني بادراجه بيها مثال حقيقه يوم الفرد مثل يوم الحرب انا فاكر لما درس هنة الاسون قال عاملة زي ايام بداية الخليقة يوما كنا ناس بدائيين على حسب رأيه الواحد في السطح طلع الكوخ بتاعه مراته في البتاعة وماسل البتاعة يطلع عشان وكل يوم حرب خايف وخايف حساس حد ياخد مراته اللي بيجي هناك يجي اول ما ينتهي اليوم لو انتهى اليوم وجاب الصيدة ورجع بيتي والا الحمد لله انتهى اليوم على خير في بعض المؤسسات تروح المؤسسة وانت مش عايز تخش المؤسسة ولو دخلت المؤسسة او لو رحت اله بيبقى تقول ربنا مصر وما احصلش حالة يوم اتخلت زيارتك ولا يجا الرجل بتاع اتشكيو يمشي بخير انشان ولا غار قصدي يمشي بالسلامة اذا كان الجو ده موجود فمعنى ذلك ان احنا في المستوى الاولاني يوم الخض يوم حرب خوف وغضب واذا انتهى اليوم وما زال الانسان في وظيفته يعني مازال لسه مترفتش مجالوش رفد مجالوش خاص ومحافظا على مكانه فذلك بالنسبة له يوم سعيد عند سقوط الزعيم غالبا بالموت معصى من حاجات هنا مبينتلش لبينموت في عدد كتيبه ما بيسبش المنظمة ولا الدولة ولا الجمعية لبينموت اللي لسه نعمل بريطانيا وكنا بنعمل اسسمنت وبنعمل المركز الاسلامية فبقول المركز بقال له وقال دي قاله بقال دين واربعين سنة فقال له كويس مرة عليه كم مدير فقال لهو الحاج محمد اسسه لحد ما ماد الشهر ان فيه فجي ابنه والله كده فجي ابنه ابنه بعدها مباشرة تعود المنظمة غالبا الى المستوى صفر او على الاقل هناك تخوف من الانهيار انا هكتفل كده بقول المؤسسة بدأت كويس اتطورت نزلت للمستوى الاخير بالشكل بش كويس نجي المرحلة التانية اللي هي البيروقراطية بتاع القواعد والقوانين هنا كان الزعيم هو الاسس المسألة لكن انا زي ما نعمدت كده وفي الاول كان كنت ترخيره واشتغل كويس لكن كان فيه خطر ما خدش باله وبعدين طهنه بشكل كبير فلازم المنظمة تطلع من المستوى واحد للمستوى اثنين اهم مشكلة هنا مين اهم مشكلة في المستوى الاولاني المدير المدير الزعيم الديكتاتور فنحل دي بايه نغطى قواعد وقوانين بقى نقول مين يعمل ايه اللي انا حضرته قلت عليه مين مسؤولية المدير يعمل ايه قواعد ايه نضع ادلة عمل اذا بدأت تضع ادلة عمل فانت بدأت تخرج من واحد الاثنين عشان كده يسموها المرحلة القواعد او القوانين او الروتينية بشكل واحد اخر في المرحلة السابقة القائد هو مصدر كله تغيير بما في ذلك مذابه وعشوائيته تحل هذه المشكلة بوابع القواعد والقوانين تهتم بالعمليات اكثر من نتائج تدور حول التعايش السلمي الناس مزاي الحيوانات لا زي الاطفال اللطاف الحلوين المؤدبين لكن هم ما بيعرفوش وانا اللي لازم اقول لهم يعملوا ايه معناها ايه دي لما واحدة تشتغل في شركة سياحة بقى افترض ان البيت يجي متعرفش حاجة بقول لها انت هتشتغل معي تبخش بقى ريكي عند الراجل بتاع الاي تي عشان يوريك السيستم انت لما تيجي تفتح يدوسي على الضرار ده لو حد يحجز عملي ده بقى افترض انها متعرفش حاجة عشان كده بيبقى فيه اندكشن في كل المؤسسات الجديدة اللي لسه جديد مش حصل يا دكتور اول ماجيتي مع قدرك الكبيرة لكروح اعمال اندكشن ولا عمل اندكشن يقول لك انت تشتغل معنا ده ادلة العمل والاشتغل في المؤسسات يمكن ياخد ادلة عمل كثيرة جدا يقول لك احنا كيف نرفض وكيف نعين وكيف نشارجل ادلة عمل شديدة يوم ما تعمله ادلة عمل كيف توظف الناس وكيف تاخد مشروعات وازاي تعمل اول بتفترض ان البناء دم ما بيعرفش انا عارف انه بيعرف وعارف انه هو مديد ادلة عمل كبير لكن احنا عندنا ماني والكبير انا عارف انه فايزانس مانجر قد الدنيا لكن لما تروح تشتغل بجول انترناشا يقول لك ده النظام بتاعنا هون بافترض انه هو ما بيعرفش حاجة وبالتالي انا بحط له سيستمز عشان يشتغل عنه محدش في المؤسسة في مستوى اتنين بيروح يقول بسم الله انا انا كانش داريكتور اشتغل اشتغل ازاي لازم فين اللوائق وفين القوانين فكلنا في المؤسسات الجديدة في الامم المتحدة في الدول فاي حاجة مطورة اذا دخلتهم منظمة وملقيتش ادلة وقوانين فاهم استوى واحد كلما لقيت ادلة وقوانين بعض الاسف الناس في الوزارات انا شاهدتها في الدول العربية تروح الوزارة يخش الوزير معندوش اي حاجة لا سياسات ولا ولا لوائق ولا قوانين ولا اي حاجة في المستوى انه هو بيصر الناس قويسين لكن هما ما بيعرفوش ويجب ان نخبرهم بما يفعلون فالمؤسسات المستوى اتنين عندها هاو تو دو ادلة عمل في كل حاجة في الفاينانس في الادمن في الموجيستيك كل حاجة عندهم ادلة عمل الناس مثل اناك غبه لكن هما الانين بشكل والاخر فيها القيادة فاقين هناك كانت ايه؟ القائد هناك كان عامل ازايك فاقينه؟ زعيم صويتر قادر على فرض النظام اللي هنا شكله عامل ازاي؟ سمعيني كده؟ والد والد الله مش زعيمة والد حريص على افراد هو على ايه؟ هو مهمته اللوايح والقوانين هو مقربة كويس لكن على العمية عاملت زي اضايب النظر للمدرسة الكويس اللي هو ابن عمك ولا عمك ولا كلام زي كده وانتي عملك اختك السؤال عايزة توديها المدرسة والبنت عندها اربع سنين بس البيت زكية جدا بس القانون يقول تخش المدرسة وهي عندها كم سنة؟ ست سنين ست سنين هي عجبية يعني تدخلها؟ لماذا؟ عند قوانين يوم ما يبقى المدرسة تنتزم بدي يبقى مسألة مسألة هو والد وكل حاجة لكن حريص على القوانين والتنفيذ أمر ما يجب ان تستضي القانون يجمع عليه المجتمع يجمع عليه المجتمع والكلمة مفيدة عشان ما يبقاش زي سوريا ان الدستور بيقول للرئيس يبقى كذا والراجل عندما يموت قالوا عديله القانون عشان ينزلها ثلاثة أربع سنين عشان يعدله لا يعني يجب ان يكون يوافق عليها المجتمع وبعض المنظمات بيبقى المدير عايز يعمل حاجة ام غير اللوايح اذا كان المدير هو اللي بغير اللوايح لا يبقى احنا لسه في المستوى واحد معناش في المستوى اثنين طيب الاهتمام الاهتمام هناك كان ايه؟ كان بالرئيس لكن هنا الاهتمام بالايه؟ بالقوانين واللوايح والنظم الموظفين يلطبيقون خلاص بدأ ما هم كانوا خايفين وبيقولوا الريس لا انا عندي رايحة بعملها ولو المدير سألني اعمل ده هقول له انا القانون عندي دولة يوم ما تقدري تقولي للمديرة انا ما اقدرش اعمل ده لان عندي ده لو انت عايز تعملي اكتمي حضرتك انا مسؤولة يبقى انت طلعت للمستوى اثنين بشكل اخر يوم الموظف ما يبقاش عنده القدرة ان يعمل ده يبقى هو لسه في المستوى الاول يدير وعلى حلاوة المرحلة دي في الحقيقة بشكل كبير اللي اني فيها عيون خطيرة انا بس هقولي هنا نعديها سريعا لاني اللي فاهم النظام انا هديك مثال بتاع ابنت اختك اللي عايز تروح المدرسة لو انا بنت عايزة تروح مدرسة وهي عندها خمس سنين والقانون بيقول ست سنين اعملها ازاي اتبع القواعد حتى لو لم يكن لها معنى وفي الاخر ما تخططش لان بتشتغل كتير وتغلط كتير بتغلط كتير بيرفدوك بتشتغل قليل بتغلط قليل بيخلوك ما بتشتغلش ما بتغلطش فبيرفدوك انا عايز حضرتكو تبسوكوا الورقة دي كل واحد عنده ورقة زي دي لو تكرنتوا تعود من كده لاتنين والعنوان ده خلوه فو كده جمعه وعيشكم بس تيجوا عند المستوي الاولاني والتاني انا عملتها بالشكل ده اهو فكين عشر بحيسي بعندي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة للمستوى الاولاني اللي ما شايف ده كل ده المستوى الاولاني وكل ده المستوى التاني يعني ايه انا عمل اراها كده بقول المستوى الاولاني في الاولاني كان زعيم وديكتاتور وممكن يكونوا مصاحب العمل لكن في التاني والد ومتيج الاهتمام في الاولانية طريقته الطريق بينما التاني الخضوع المتشدد بالقوانين والقواعد هتبالك المقارنة عاملة ازاي لما اجي في الموظف المستفيد الموظف يقوم بما هو مطلوب وهناك رضوك خبيف ما يقدرش يعمل حاجة وهناك درجة من العدوانين بينما في المستوى اتنين اللي هي القواعد والقوانين يتبع التعاقد بشكل حرفي والزبون دائما على حق المستفيد اللي هو اللي بياخد الخدمة في الحالة الاولى المالك يولي طلباته المالك يولي طلباته يعني لما البنيادة من المحتاج بيجي المؤسسة بياخد المؤسسة تديره بينما التاني يحاول يشاركه الجودة في الاولى ضعيفة ومتباينة في التانية التانية متبقرة خدوا بس دقيقة استقابروها واحد كده قراءة فرديا خد الاولى كلها من فوق الته وخد الثانية من فوق الته وقارن الاولى بالثانية عشان ناخد سينس المستوى الاول والمستوى التاني واضح؟ ناخد دقيقة كده قراءة فردية هيخد ثانية شكرا 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 Organization شكرا 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 للمشاهدة 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 شكرا للمشاهدة